يقوم يوفيت تيفي بلانجا ديوفيتستار www.yofitstar.com الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فنستكمل حديثنا عن شيء من معاني هذه السورة الجليلة سورة قاف وقد وقفنا عند قول ربنا تبارك وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد يبين ربنا تبارك وتعالى المآلة الحتمية لكل نفس فيقول جل وعلا وجاءت سكرة الموت بالحق جاءت سكرة الموت أي غمرة الموت وشدته جاءت بالحق جاءت بالحق فهي حق محتوم لا بد منه وتأتي بالحق وينكشف لصاحبها من الأمور مما هو من حق اليقين فيعاين أمورا عظيمة تنبئ عن حاله في الآخرة فيبشر إن كان من أهل الجنة يبشر بالنعيم والرضوان وإن كان من أهل النار والعياذ بالله بشر بالنار وبصخة الرحمن ويثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في ذاك الوقت نسأل الله من فضله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ذلك ما كنت منه تحيد ما هنا في هذه الآية تحتمل أن تكون موصولة بمعنى الذي أي ذلك الذي كنت منه تحيد ذلك الذي كنت منه تفر وتهرب وتنؤ عنه ها هو قد نزل بك ولا بد أن ينزل بك والوجه الثاني أن ما هنا نافية أي ذلك الذي لا محيد لك عنه ذلك الذي لا مفر لك عنه وهذا كما قال ربنا تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم وقال جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أينما تكونوا يدرككم الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم هذا موت يفر منه الناس يفرون منه فيلاقونه في وجوههم والذي يفر من شيء يترقب أن يأتيه من ظهره لكن الله عز وجل يبين قرب الموت وحتميته لكل نفس فيقول فإنه ملاقيكم فكأن الذي يفر منه فار إليه فإنه يفر منه فيلقاه في وجهه هذا الموت لا بد من نزوله وقد أمرنا نبينا عليه الصلاة والسلام بذكره فقال اذكروا هادم اللذات يذكره المؤمن ويستحضره فيصلح قلبه ويسكو عمله ويعلموا لما خلقه الله يعلم أنه خلق لدار غير هذه الدار وخلق في هذه الدار ليبلوكم أيكم أحسن عملا فيكون الناس بعد ذلك من كان شأنه أن يكون أحسن عملا أو أن يكون والعياذ بالله أسوأ عملا نسأل الله العافية قال الله عز وجل ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد بعد أن بيّن الله تبارك وتعالى المآل لكل نفس بيّن ربنا المآل لجميع ولعموم الخلق فقال جل وعلا ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد نفخ في الصور هنا النفخة الثانية النفخة الثانية التي ينفخها صاحب القرن إسرافيل عليه السلام فإنه ينفخ بقرنه بالصور نفختين النفخة الأولى بها يفزعون ويسعقون وستأتي في ختام هذه السورة ذكرها والنفخة الثانية بها يبعثون من قبورهم وبينهما أربعون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام نفخ في الصور هنا النفخة الثانية نفخ في الصور ذلك يوم الوعيد دل قوله ذلك يوم الوعيد على أنها هي النفخة الثانية وإنما خص الله عز وجل هذا اليوم بوصفه بيوم الوعيد مع أنه يوم وعيد للكافرين ويوم وعد للمؤمنين لما تقدم في هذه السورة من خطاب للمعاندين وللمنكرين للبعث وللمكذبين لرسول الله عليهم الصلاة والسلام قال الله جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد كل نفس تأتي معها ملكان أحدهما يسوقه والثاني يشهد عليه تأمل هذا هذا الحال يا عبد الله لكل نفس منفوسة تأتي يوم القيامة ومعها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا لقد كنت في الدنيا غافلا عن هذا كنت غافلا قال بعض السلف رحمه الله ما رأيت حقا أشبه بباطل من الموت هذا الموت حق يقر به كل أحد المؤمن والكافر وكل إنسان الصغير والكبير يقرون به ويرونه واقعا في أحبابهم وأقاربهم وهنا وهنا ويعلمون أنهم صائرون إليه ولكنه في واقعنا هو أبطل الباطل فهو أبطل الباطل في حياتنا وإن كان أحق الحق في مآلنا هو مصير لكل نفس ومع ذلك نغفل عنه لقد كنا في غفلة عن هذه الحال وهذه الآية من المفسرين من يقول إنها في كل نفس أنها خطاب عن كل نفس فإن الدنيا للناس كالمنام والآخرة يقضى فكذلك هم في غفلة ومنهم من يقول هي في الكافر وفي الفاجر قال الله عز وجل لقد كنت في غفلة من هذا في الدنيا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بصرك اليوم أنفذ ما يكون وأقوى ما يكون فشتان بين حال حال الدنيا الذي يصيب الإنسان فيه ما يصيبه من الغفلة والتقصير والتواني والتسويف والأمان الكاذبة ثم يجاز على ذلك إن خيرا فخير وإن شرا فشر وبين حال الآخرة التي فيها الجزاء وفيها حق اليقين فيها حق اليقين الذي يذوق فيه المؤمنون نعيم الله ويتلذذون به بعينهم وأبصارهم وبأطعاء أكلهم وشربهم ومنامهم ويقول الله جل وعلا بعد ذلك وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غضاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد قال قرينه قال العلماء القرين هنا هو الملك الموكل بكتابة الأعمال يقول هذا ديوان عمل هذا ديوان عمل العبد لدي عتيد أي لدي حاضر مهيأ معد ألقيا في جهنم كل كفان عنيد يقول الله جل وعلا آمرا من يأمر السائق والشهيد الذين ذكر قبل ذلك في قول الله جل وعلا وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد يأمرهما الله فيقول ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إله آخر فألقياه في العذاب الشديد يأمره يأمر الله هذين الملكين بإلقاء من هذا صفته نعوذ بالله من ذلك هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد ترجمة نانسي قنقر